مرحبا بكم مشاهدين يا كرام في حلقة جليدة من برنامج بالثلاثة ضيفنا فيها أول رئيس وزراء بعد الفين وثلاثة رئيس الحكومة العراقية المؤقتة زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي مرحبا بكم يا أهلا بكم أهلا وسهلا بكم قناتكم الكريمة حياك الله دكتور مجدد بك التحية والترحيب ضيف عزيز شكرا أخي ندخل بما لدينا من محاور مع جنابك المحترم بعد التحية والترحيب أي سؤال أي شيء ترحتكم بقلكم سألو شكرا جزيلا شكرا جزيلا احنا متعودين كل سنة نصوروا يا جنابك صحيح اياد علاوي طبيب أصبح سياسي أم خلي أقول سياسي صار طبيب سؤالي هنا أيهم ما مارست أولا الطب المجال السياسي السياسي أولا توقفت أنا عمري أربع طعا سنة تمام قبل ما أدخل بالثانة ونية شنة أول ثانة ونية ثانة ونية ثانة ونية توقفت كان عندنا بالطبية همينة توقفت عدة مرات بس بديت بالسياسة تأثرت بالجو العائلي أهلي كانوا كلهم سياسيين بالعهد الملك يعني وخوالي هم كلهم سياسيين فتأثرت بهذه الأجواء ودخلت السياسة من باب الطب أو المعالج إلى أي مدى استطاع السيد اياد علاوي أن يعالج المشاكل والأزمات السياسية والله هي طبعا أتيحت لي مجال في عام 68 ونصار الانقلاب الأول وصار البعث بالسلطانة كنت حجبي ذاك الوقت تبعثي مشتاش ساهمت بالانقلاب بس الحقيقة فاجأت بالانحراف اللي يطرأ على المسار الحزب يعني وتركت العراق أول ما خلصت كلية طبية بالسبعين أنا بالواحد السبعين تركت العراق بعد معركة ويا بالتلفون ويا صدام رأى دحشة على كريم الشيخ لي وعلى حماش وعلى كذا أنا مقبلة طبعا فنصحت أنا تركت العراق تركت العراق رحت للبنان شفت القيادة القومية كلهم مستقيلين معا بشور وشارة مرهج وغرهيض الصلوح وآخرين فقررنا أن نذهب إلى لندن نكمل دراستنا بالطب نحن سيستم انجليزي دراستنا فرحنا إلى لندن وهكذا هذا الأسباب اللي يعني ما قدرنا نعالج مشاكل يعني حتى المشاكل اللي هي سبب المعركة ويصدنا من قتل النظام الداخلي ضربتوا عرض الحياة من طلع قادة الحزب الأواء الخط الأول يعني بالحزب ما ما قدرنا نبش نتب بلجنة العلاقات الخارجية ويا كريم الشيخ لي وزير الخارجية ما قدرنا نسوي شيء بس تعلمت يعني تعلمت هواية مسائل يعني منها خلال هالأهل عملية هاي بعد أن الأهل هم التقطت مسائل فمن جئت الموارسة من صلة رئيس جزراء قدرت عدل هواية مسارات اخفاقات اخفقت أمريكا موخفاقات خطايا ارتكبت بالعراق بالاحتلال والحرب كانت بحد ذاتها خطيئة كبيرة احنا كنا ضد الحرب احنا كنا مع التغيير من داخل العراق من خلال قوى التغيير بالعراق شناللي كان المفروض تسوي أمريكا لا كان المفروض ما تسوي متحل الجيش متحل متسوي اشتثاث البعث المسيس عشوائي ما تترك العراق فريس الطائفية والعنصرية والكراهية هذه الثلاثة النقاط وانا هاجمت امريكا من جنا في مجلس الحكم بالصحف الامريكية كبريات صحف اكتبت مقالات افتاحية بالنيورك تايمس بالواشنطن بوشت والولستي جيرنل بالنيورك تايمس ترجم الى كل لغات العالم لأن كانت اتقاد شديد الى امريكا في مسألة تفكيك الجيش والمقابرات العراقية وفي الواشنطن بوست كتبت على مسألة اجتثاث البعث المسيس قلتهم البعثي اخذ بما ارتكب البعثي اذا ارتكب شيء ضد الحكومة ضد الناس ذلك الوقت يجب ان يحالي المحكمة اذا ما ارتكب شيء وما سارق اموال كيف يتشتثون الفكر وسلموها بالسياسيين كارهين البعث وكارهين رب البعث وكارهين الدنيا فاذهوا البعثين كثير وإلى حد الان يعني امريكا تصور حسب ما يقال لها انشف التقرير جديد عفت عن جماعة البعث وقسم منهم شانوا بالقائمة الاولى الامريكان هدى عماش ورغد بالتصدام وجماعتنا بعدهم متمسكين بالاشتثاث هذه كانت من النقاط السلبية جدا لان تدري حضرتك الاشتثاث استهذف البعثين والبعثين شكلوا معظم الطباقة الموظفة بالعراق يعني الطبقة الوسطى بالعراق والطبقة المتعلمة 35 سنة ناهيك عن انه قبلها ايضا استلم الواعث الحكم لمدة سنة وتسعة شهر وقبلها ساهم بالانقلاب ما لانا اثمانية وستين اثمانية وخمسين كان فواذ الركابي وزير بالعزب بالدولة فحقيقة يعني ما كان اكو مجال لامريكا الا ان تخطأ وخطأت وانا احشيتوا وكتبت مقالات بتاحية وكما اكو واحد عراق مطلع على دولتين اسلامية وعمق عربي كيف هذا تحلل القوات المسلحة فلهذا ارتكبت خطايا امريكا وخطايا كبيرة جدا سنأتي ربما للحديث اكثر في هذا المحور دكتور اياد لكن دعني اعود معك مجددا الى العهد الملكي العهد الذي ولدت فيه وتأثرت به كما قلت قبل قليل بحكم انه يعني لديك الكثير من الاقارب كانوا مسؤولين في هذا العهد وانت دخلت السياسة في العهد الجمهوري ما الفرق بين العهدين وايهما ربما مناسب للعراق اكثر بالنسبة للسياسة نعم واجتماعيا ايضا والله احشيلي الحقيقة انا تأثرت بالسياسة بعدما قريت كراس في سبيل اسمها ذكر الرسول العربي نعم وكانت الشيوعية تتوسع بالعراق افكار الشيوعية والافكار اللي كانت غريبة عنا يعني غريبة عن مجتمعاتنا فذكر الرسول العربي كان كتاب كل جيد كراس صغير جابه صديق اخوي الكبير فاسمه وامي ظال الله رح ما توفه فام كان بعثي هو فتأثرت بالكراس هذا اولا والتأثر الثاني كان انا درست في مدرسة الجزوية القساوسة المسيحيين الامريكان كلية بغداد اسمها كانت فاجأوا علينا الشيوعين فاليوم حاولوا يكسرونا يبسطونا كذا انتم عملاء اتو كذا احنا صغارتنا يعني بعدنا مع الشباب كل الشيانين فهذا اولد ردة تفعل عدي واخوه خطي يبسطوه فبعدين شفت انه الحكم صار توجه توجه ديكتاتوري ورد كل شي ما هو عربي وعروبة وكذا احنا جمنا نؤمن بالوحدة العربية الشيوعين يؤمنون بالاتحاد الفيدرالي وطبعا مكة هذه مو صحيح بس المهم التناقص صار بين الفكر الماركسي والشيوعية بين الفكر القومي والعروبي واللي بيه الطابع اسلامي يعني كراس ذكر الرسول العربي كراس يتكلم عن الاسلام وهمية الاسلام في توحيد العرب وأهمية الرسول صلى الله عليه وسلم في توحيد العرب فهذا أثار بنا وأصدقائي المحيط اللي أنا كنت بي كلهم صاروا وبعثين كانوا وبعثين وتعاركتوا إياهم فقلتهم كيف أنتم الحزب ما تقبروني فدخلت بالسياسة من قلال البعث كان عمري 14 سنة نعم بنوزع بيانات حزب البعث وتوقفنا تقلنا دكتور إيادي هذا الكلام ربما أنت تحدثت أيضا في كتابك بين النيران عن محطات ذكرت وأنها ليست مذكرات ويعني عايشت محطات عديدة منذ كان عمرك 14 عام دخلت السياسة هذا المعترك بكل تعقيداته ومشكلاته اليوم بعد كل هذه السنوات ألم يطعب إياد علاوي من السياسة والله تدرين أنا يعني الحقيقة من تدخلين بهذا السياسة هي السياسة مزيجة من الاجتماع والاقتصاد والعلاقات العامة والمزيج منها المسألة الطبية أول ما خلت بيها ضجت منها أول سنتين والله وإلى أبوية الله رحمة جبرني قال لي أخوتك راحة والغير كل يات أنت لازم تصبح طبيب مثلي فجبرني رحت للطبية تعرفين إلى تقريبا ربما تتركها بس خفت من أبوية والله فبالصف الثالث صارت عندنا علاقة أن نسفحص مرضى بالقواويش نشوف المرضى ونشوف المرضى فصار عندي تعلق بهذا المسألة أكثر يعني لأن تعرفين تتطلعين على المريض على أهله على وضع الصحي وضع الاجتماعي وضع الاقتصادي فصار تناغم بين الحياة العامة والمرض المصاب بالمريض فهذا حبيت أول عملية أخذتها ماجستير بالانتقال للأمراض بالمجتمعات وكنت أنا أصغرهم في لندن هذا الكورس وأنجحت بالماستر بالتفوق بوكته لأن ما كان بس بالمجتمعات تدري بأنثروبولوجي وديمغرافية وفي كل المسائل العامة وفي قانون وفي اقتصاد فهذا يصار المسألة بهذا الشكل هذا ترتب يعني هناك مزج بين السياسة والطب ولهذا ربما دكتور إياد اليوم يعني يحب أيضا السياسة غالب فيها لديه ربما طموحات سياسية ما زال لا في مزج كبير بين الطباء والسياسة تعرفين حضرتك شغلتي أنا أعطيت إياك مثال الأولا الاتحاد الوطن التي طلبة العراق تأسس فيه كلية الطب برئاسة بقداد العاني بوكتة نعم كلية الطبية كلها يعني تقرجون بالنتيجة يتخرجون طباء والقيادة السورية زعيين ومزعيين وكلهم كانوا طباء أيضا صحيح فلهذا الطب الطبيب يتحسس بالألام المجتمع لأن على احتكاك بالمرض والمرضاء فيكون عنده رأي أكثر إيجابي بالتعامل ويا أهل المريض ويا الناس ويا البيئة اللي يجي منها المريض ويا الوضع الاقتصادي للبلد والناس هذا كله يأثر بالإنسان هذا هو شيء يصير دكتور إياد علاوي من عائلة رستقراطية تهوى السياسة الطبيب والسياسي طيب دخول إلى عالم السياسة هل كان بتشجيع من العائلة لا والله بالعكس أحكي لك ما تتوقف ما تتخاف من أهلي أكثر من الأمن والمخابرة والله العظيم هذا مرة صار اعتصامنا بجامعة وغداد 150 طالب كنا بقيادة الاعتصاماني وعادل عبد المهدي وآخرين يعني فأطلق سراحنا يوم الانقلاب مال 63 طلعونا أجه الضباط على الذبابات طلعونا فأنا أخاف أروح أخاف من أهلي والله بسنطب المطرر ونروح ونروح طلعنا ونعدب بابا وطلعنا ويهر اللي يجه خلصنا فالحقيقة يعني تدري الأهل أهلي يعني يعني عائلة نشأت بالعهد من زمن الاحتلال الإنجليزي أما ينادون بملك فيصل هو الملك على العراق من أجدادنا وبعدين أهلي كانوا لهم دور في بناء العراق سواء بالاقتصاد أو بالسياسة فلهذا يعني ما ما كانوا يعني تشتخاف عمي سألني في اليوم عمي الكبير كان وزير مزمن وضمجلس نواب مزمن وعدهم احنا بالعيد قال لي شنو التصير بعثي قلت ل بعثي ما سامع بي من الخوف مالتي فلهذا ما يعني تشتخاف الحقيقة منهم وضي إرادتهم حتى من صادر أموال الأسرة لصدام كلها كل الأسرة دس خبر لهم العمامي قال لهم إذا تتو تتبرون من الأدعال اللوي أنا أرجع لكم الأموال كلها معاصانة على بيوت على عمارات فلوس بالبنوك كسهم كثيرة يعني مبلغ خبير صادر فخبرت عمامي إلى لندن من عمان قلت ما تقولوا هذا خرج عمل وفاة الأسرة قالوا شون كلام هذا نسم الكلام صدام قال لي يأخذون فلوسنا ما عندنا فصادر لموال كلها بالنتيجة ما تبرأت العائلة ولا العمام أبدا يعني كل شي قعدهم حتى الأطفال صادر أطفال أولاد أخوية مثلا أطفال كانوا 17 و16 سنة صادرهم عدهم أسهم وموال مسجلة باسمهم بالبنوك طبعا كلها تبري بموضمها صارت مو بالبوغ والنهب مثل مديسرس وأنما حصلت لأنهم أحدهم من أجدادهم يعني أقوم كان يعدهم وعائلة يعني متمكنة وشتغلوا وشياسة واشتغلوا وقتصاد دكتور رياد تطرقنا للملكية قبل قليل وذكرت حضرتك التأثر بي الملك فيصل الأول كل 14 تموز كل ما تصير ذكرى تصير حملة تعاطف لمن تتبع أو قرأ التاريخ التحول من الملكية إلى الجمهورية ظلمت الملكية في العراق من خلال التعامل مع العائلة الملكية التي حكمت خاصة ما جرى بعد 14 تموز والله أحكي لك الناس متعاطفة الملكية يعني نحص الواقع دولنا العربية يعني نظام الأردني نظام المغربي نظام الآخرين بالنخليج كل ملكية عمليا الأردن دولة مؤسسات كاملة تروح خارجية وعدهم جيش وعدهم رئاسة أرقان وعدهم مخابرات بس كل شيء إلى أصوله وكل شيء إلى قواعده بالمغرب نفس الشيء ما هذا إذا حضرتكم زين المغرب أو لا هم مطلعين على العمل بالمغرب يعني أيضا نفس القضية البحرين نفس الشيء لهذا احنا تدري يعني بصراحة يعني ملكية جدي الله يرحمه قال ويختاروا من جملة الشيعة بغداد بالعراق يفاضون الإنجليز وهم نادوا بالملك فيصل الأول يجي ملك على العراق فمن تقارن العهد الملكي بالعهود اللي يجت بعد شوفهم متميز عنهم عن العهود الثانية عهد يعني تسامح ويالناس كان إيجابي وبنى مؤسسات وبنى دولة من لا شيء كان العراق متخلف جدا سووا شوارع وسووا طرق سووا السكاك العديدية وسووا سووا إلى آخر حتى سوريا سوريا في الغبر يعني كانت أيام شكر القوات وغيرها كانت دولة محترمة جدا بس بالنتيجة نحن جئنا الأبعثين أما سؤلين عن هذا ما حصل قسم منهم يعني خربنا البلد وخربنا حتى الأخلاق خربت والله أخلاق السياسي القصد يعني ما أدأ تقييم مواضح للسياسي ولا تعريف لما يجب أن يكون عليه السياسي سيد علاوي دعني أعود لبدايات حديثك من عمر 13 إلى 14 سنة دخلت إلى الحياة السياسية أو إلى عالم السياسي بعدها أصبحت معارض للنظام بعد هذا العمر السياسي حتى اليوم هل ينتاب كندم لكون كنت معارض أم لا لا أبدا يعني النظام صدام تقصد لا بالعكس أنا نظام صدام شوف أقول لك أنا نظام صدام طبعا شاركت بصناعة النظام هذا يعني شوان شاركت شين اتبعتي واشتغلت بالانقلاب شان مهمتي من مهماتي لذا على أساس نحتل لذا 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 آخرين ف نحرف عن المبادئ الحزب يعني أول شي أضرنا بالعمل الفلسطيني الضرار كبير يعني بالوقت الذي نقول أنه فلسطين هي مسألتنا كلنا العرب أضرنا بها أول شغلة صارت بفعول فلوس لابو نظال ينشق عن منظمة فتح ما ساحم العراق بوضع خطة لإحتواء الأزمة بين الملك حسين الله يرحم بين الفدائيين منظمة تحرير يعني الفلسطينية فكان خروج بالإضافة إلى هذا ضربه المسيرة الرمزية التي صارت بعد وفاة عبد الناصر هذه كلها موذية كانت يعني خارج إطار التفكير البعثي حزب البعث يوم بوحدة وحرية واشتراكية وإلى آخره فهذا أولا ثانيا تدري اخترع وتنظيم قالوا لهم أنتو التنظيم أنتو الحزب فشيح سيصبح كلام بالحلقات الحزبية أنتو تنقلونا صدام وجماعته هذا كان هو شكل مكتب العلاقات اللي صار مخابرات بعدين يعني هذا صعب كان تحمل يعني تدري البعثيين كلهم منعظلين وتعبوا وضحوا ونسجنوا هذا ثانيا ثالثا الترويع اللي بدأ يصير بالناس ترويع بدأ يصير ترويع رهيب بالناس تقويف بالناس واعتداء على الناس هذا بحجة جاسوس وهذا حميل في بعض الحالات صحيح بس ماكو حاجة لهذا الترويع بهذا الشكل يعني طلعت عوائل بأكملها من العراق يعني سويت لهم محاملات ثوية من مال السفر مالتهم حتى يخلصون لو بناتهم لو يخلصون نفسهم فطبعا هذا النظام ما شفته غريب علينا يعني غريب على الحزب يضاف إلى هذا الإذاء اللي صار البعثيين هذا كريم الشيخ لي كان قضي مهر على سيد ودي عزم صدام على عشاء هو وصالح عماش وزوجاتهم طلع كريم وصل لمرت بعد ما يعني ما من الزوجين بس مطلع شهر العسل فالسائق قال سيدي سمعت القرار وقال عفوك من ناصبك وصوك من ممثل العراق بالأمم المتحد فخابرني كان كل الزعلان غضبان هذا أو صالح عماش نفس الشيء المسكين عم رجل يعني الحزب كان وقع أعضاء قيادة قومية وقطرية ومجلس قادة الثورة وعفاهم بالراديو بدون يخبرهم فكان كان احتقان كبير بالوضع السياسي بالعراق ما هذا هو عن طريق جهل عن طريق استأثار بالحكوم رغبة بالاستأثار بالحكوم لا أعرف الأسباب أدت إلى هذا الحراف لهذا الشكل سيد إياد علاوي ذكرت أكثر من مرة في حديثك حزب البعث تولد لدي سؤال السياسة فن الممكن هل تتصور أن يعود حزب البعث ويشارك في الانتخابات داخل العراق أم هذا ضرب من خيال والله أنا شخصيا تعرف ضد الاشتثاث ضد اشتثاث البعث جملة تفصيلا وأقول وأنا تحول إلى مسألة قانونية يعني أنه قضاء هو ينظر بمسألة المقالفات من البعثين إذا مخالف أو قاتل أو ذبح أو مساهم وأقول لك أنا أطلقت صراحة كثير من الناس اللي سمي يبعثون كانوا في قيادة السلطة بس ما سووا شي أطلقت صراحة يعني أعتقلوهم الأمريكان أنا طلعتهم من جهة صارت رئيس وزراء وكلمت بوش أول واحد طلعت رئيس التصنيع العسكري قبل طلعت طهر صفاء الحبوبي كان وزير التصنيع العسكري ووزير نفط وطلعت الأخوذة عماشو إلى آخره فالحقيقة يجب أن تعرف حظتك إذا حزب أو إنسان ينحصر ويكون يصير عدة مرارة من الحكوم ينطلق إلى وين إلى أقصى اليسار إلى أقصى التطرف كل ما يزيد الضغط كل ما يتطرف أكثر فلهذا أنا أعتقد لازم يشاركون بالحكوم ويشاركون بالانتخابات كحزب إذا هم مؤمنين بالانتخابات يشاركون بالانتخابات وإذا فاز يفعل يفوزون معناها الشعب متعاطف وياهم معناها الشعب مراضي على ما صار بعد البعث فلهذا أنا ضد الاشتثاث وضد معاقبتهم وضعت قطع أرزاقهم كليا يعني ضد هذه الأمر وأحكي بي يعني على أنا يعني ما 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 أخاف يعني ولا أرتبك من هذه القضية وأنا حاول النظام السابق هو النظام صدام يقتلوني أنا سنة ونصف المستشفى بلندن تقريبا شو يعني ليش ما قلت قتلوني آخرين شو القاق للمحصر على شي والله لنتحدث أكثر في مرحلة ما بعد 2003 ما بعد البعث ما بعد السقوط وقد مرت الذكرى قبل أيام دكتور إياد مؤتمر لندن الشهير هل ناقشتم ما جرى بعد 2003 هل ما جرى كان مخطط له كان مدبر له ما الذي جرى بالضبط هل تم التطلق إلى ما جرى في مؤتمر لندن الشهير والله سأتكلم معكم كل صراحة مؤتمر لندن نحن شاركنا به وأنا شاركت به وفي يوم من الأيام بثناء المؤتمر دعينا إلى جناح المرحوم أبو عمار عبد العزيز الحكيم وعلما بأن أنا من أخبرت من قبل الأمريكان بأن نحن نعاوين نسقط صدام ونسقط نظامه وثم أنا ما أتحرك إلا مع أثنين محمد باقر الحكيم ومسعود البرزاني واتصالت محمد باقر الحكيم من أمريكا وقلت له أنت لو أبو عمار الحكيم عبد العزيز الحكيم تجون إلى أمريكا وي المعارضة وصير اجتماعات ثنائية وي الأمريكان أنا وياكم نتفاهم على طريقة أسقاط صدام لأن أول شيء سألتهم قلتهم كيف تتقررون ما كان طبعا ذاك الوقت مسألة التخطيط للاحتلال أو ما خبرنا به لكن اكتشفنا بالتدريج فالمهم ببيت عبد العزيز الحكيم كان الأمور متجهة باتجاه الجناح مالتقصدي بالفندق في لندن كان الاتجاه موجود باتجاه الاحتلال فقال احنا عدنا مشروع والمشروع قرأ عادل عبد المهدي وقال احنا الحكومة القادمة للعراق انا ارفضت قلتهم اكتشف ملايين ولوف صاروا بعثين داخل عراق وجيش عراقي شو احنا الحكومة يصير بدنا وبدون ذول ما يصير المهم قررت مقاطعة المؤتمر وحذرت خليج زاد اللي كان مبعوث امريكا للمؤتمر قلت لا اذا ترى انتوا راح تلعبون بها الطريقة هاي وتسوون مشاكل ويان ومن هس هذا بالداخل وهذا بالخارج ترى انا احارب قم اكثر ما حارب بصدام وطلعت من المؤتمر بس ما صدرت بيانه بالنتيجة صار اجتماع لمجلس مجلس مركزي المؤتمر الوطني العراقي في اربيل محضرته انا الان كنا في امريكا مدعوين من قبل رانسفول وزير الدفاع وكان ديك تشيني منعاب رئيس الدمهورية معانا بالتكروس سيركت تيفي وسألنا سؤال هذا رانسفولد بغداد وحتى لنا بغداد العراق انا اريد تناقش كيف نسقط صدام حسين فانتو تتحدثون القضية بالعكس انه تردون تدخلون البغداد وتحتلوها البغداد قلت له هذا موارد كيف كان برأيك يمكن اسقاط نظام صدام حسين والله غير يحشون ويانا ونحن عدنا تنظيم عسكري الحقيقة وقيرة الضباط الجيش العراق كان ويانا بس التهوا بالحروب يعني من جملة العدنا ويانا كان عابد الجوال ذنون رئيس رقان الجيش تنظيم خيطي وسري معانا بالتنظيم كان مسؤول عنه تحسين معلة الله يرحم المهم كأن ندعو إلى قيام انقلاب عسكري بالعراق مدعوم من الجهات السياسية والعشائر والمدنيين في حزب البعث الرافضين نظام موعدهم ملاحظات عن نظام هذا كان أملنا وهذا كنا عاقدين الأمل على هذا الموضوع وانا حتى من صارت مبادرة شيخ زايد انه صدام خلي يستقيل انا راحت الى تركيا وراحت الاردن وراحت الى حسن مبارك الله يرحمه وقلت يا أخي هذا مغادرة الشخزائية الممتازة هذا نتقي الحرب وما تصير حرب بالعراق لأن أنا متوقع الحرب نسمع احنا بأوروبا لنشوف الحشود وكذا والآخر وأنا من حسن الحاطف كان عندي وجوده بعمان قوي وعلاقتي بالملك جيدة جدا ملك حسين وابن الملك عبدالله فتدري أنا تعرفين حضرتك أنا يعني ما كنت مع الاحتلال ما مع الحصار ما مع القرارات الاحتلال وكنا مركزين همنا على ضباط الجيش العراقي وبعض البعثين الاشراف أنه غلص النظام بالقلاب عسكري نعم هذا كان هدفنا فلهذا ما كانت مرتاح من هاي النتائج يعني والمؤتمرات اللي صارت مع المعارضة وصالت شكل مجلس حكم فاضطرنا احنا مجموعة للأربع الرئيسيين في المعارضة كنا احنا ومسعود للديمقراطي الكودستاني وجلال وعبدالعزيز حكيم المجلس تعالى هذا الأربع الرئيسي كانوا نسمونا الأربع الكبار يعني بالمعارضة فإحنا قررنا أنه نمشي مع الاحتلال حتى نخفف أزمة الاحتلال وأذكر أول اجتماع سوينا ببغداد احنا أهلا أربعة ويانا أحمد الشلبي يجبنا الله يرحم قلنا أنا قلت لهم قلي اندز وفد إلى مجلس الأمن يطالب بتكوين حكومة رأسا فورا عراقية ذات سيادة لا ننتظر نعم ما صار ما صار دكتور رياد سنكمل هذا الحوار بعد أن نذهب إلى فاصل قصير مشاهدين الكرام تفضلوا بالبقاء معنا مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام لنستكمل حوارنا بالثلاثة مع الدكتور إياد علاوي أهلا بكم مرة أخرى دكتور نحن نستذكر أجواء ما بعد 2003 هل كانت لكم كمعارضين خطة محددة بعد انتهاء فترة النظام الساعة سأشدك بالتفصيلات بعد الفيلم الثلاثة يعني بالتفصيلات المملأ شوية قسم منها المهمة للشعب العراقي مهمة الأمريكان ما كان عندهم خطة ولا الإنجليز ما كان عندهم ما يسمى بوست كونفلكت بوليسيز سياسات مع بعد الاشتباك فكيف هم يشتغلون يسوون القرارات كيف هم الاحتلال يعني وتدري حتى أموال العراق انفقدت اللي كانت في البنك المركزي فكانت الوضع سيء جدا لا أكو جيش لا أكو شرطة لا أكو مخابرات لا أكو أول لا تالي هذا الأمر الحقيقة خلاني عاد بالبداية بعدنا أول شهرين من الاجتماعات هاي نسويها نعقدها مرات كل الاجتماع واحد من عدنا رئيس الاجتماع وبعد قبل تشكيل مجلس الحكم وأصريت على جماعتنا أن نروح إلى مجلس الأمن دزبو وفد رواعي إلى مجلس ثماني داعي بتشكيل حكومة ذات سيادة بالعراق فكان الاجتماع البعادي أعتقد جلال الطلباني هو مسؤول عنه بعد الاجتماع هذا الأول فجلال قال رح يجي ممثل الحاكم المدني للسي بي من أمريكا ويردي يشوفنا أسبوع القادم فخلينا نشوف قبل من دزل الوفد أنا صريت على بعث الوفد إلى أمريكا بس البقية قال خلينا نشوف رحنا على هذا برامر قال والله رح نسوي احتلال بالعراق يا بي شوان احتلال قلت لو طبعا حتى ويران سفل ده شات ويا بوش ويا كولوم باول قلت باع شهرين يصير مقاومة شرسة ضدكم العراقين لا يتحملون شي قضية فالمهم هذا اللي صار و احنا تشكل المجلس الحكم بناء على شغلتين اجاني رايان كروكر بعدين اجاني جون سورز ابو الانجليز اللي بعدين صار رئيس المقابرات البريطانية قالوا لي شنو انت شنو بتفكيرك شو تصير هاي بعد مع المقاومة عذتهم وقلت والله انا بتفكيري ان اصير سلطة مثل السلطة الفلسطينية ومنها تنبث حكومة عراقية ذات سيادة وتصير اللجنة بصف السلطة تكتب بدايات الدستور وكتبت شخبطت على الورقة ورسمت له هذا رايان كروكر قال لي ما خالف اخذ اخذها اخذها بسي واضحة ما بيها شي فقلت لهم بس السلطة العراقية لازم تتجاوز ل 15 واحد وتمثل قطاعات داخل العراق وقطاعات خارج العراق ما حجيت على هذا الشيعي وهذا سني وهذا كردي وهذا عبدا فأجاني رامار قال راح نسوي مجلس هذا مجلس قيادة مجلس حكومة من خلال مجلس حكم بس من 25 واحد وثلاء ايش واحد شهذا وثلاء 25 واحد يقودون العراق ما ترهم مهم بعد حديث طويل مقبلة على البصرة الاثنين البصرة طرحت اثنين بمحلهم اسمعهم فراح قال لي ما هذا تأخر الوقت قلت لا تأخر ما تأخر أنا لا تحسبوني أنا أطلع إذا ما يجون فلان وفلان يصيرون عضاء مجلس حكم أنا ما طالع واحد منهم وآل عبداللطيف وواحد منهم عز الدين سليم اللي يستشهد بسيارتي خطي قتل مسكين تشكل مجلس الحكم يعني سافرت العمان ومن عمان رحت للندن قررت ما أرجع بس تصلك بيا الدنيا كلها ربان وآخرين وزعمة عرب يا أبا أرجع ما أرجع ما يصير هي شي رجعت فتشكل مجلس الحكم جت تحضر بين اجتماع واجتماع اي حضر اجتماع اجتماع ما حضر بس أحضرت من مسعود صار رئيس المجلس وحضر من أجتماع رئيس المجلس اختارينا قيادة المجلس حكم فهذا اللي حصل الحقيقة ما كنا راضين كنا ما كنا راضين كيف دخلت إلى بغداد دكتور بعد 2003 والله ادخلت ويا طريق لمبر احنا كنا بقاعدة في انا لقيت لك الأردن ملك حسين الله يرح سمح لي بس أني أتحرك سياسيا بالأردن فسوينا قاعدة على الحدود قاعدة موتت تضرب العراقيين قاعدة تتصل بالعراقيين المسؤولين العسكريين والمسؤولين السياسيين مدنيين ومن صارت الحرب أنا رحت السورية بلغت بشار لسد وقلت أنه سيصير حرب ورح يطلعون الناس ينهزمون وقسم جماعتنا نحن نريد أن نطلعهم فخلي تنسيق ويا جماعتك حتى نفهمكم منه زين ومنه المزين ورجعت ورحنا للصحراء واشتريت السيارات هذه الدفع الرباعي أربعة من أخويا اشتريت أهم بيروت واشتريت ثلاثة من عمان ورحنا بيها ويا عشاير لمبر يعني حتى من صار القصوف احنا اجتنا طيارة هليكوبتر حصلنا عليها من العراق طبعا فاتصالت بواحد من جماعتنا من اسماعالي جلوي في الأنبار وقال باشر راح نجياني وما جد لسليمان الله يرحمه طيارة هليكوبتر للرمادي ورح باشر أكلمك عن خمس ضباط تصحلي إياهم جيبهم يجون كلهم يريد يشوفكم قال قلت له بس من ركاب وقال أكثر من نص ساعة قال نص ساعة شون شون ما نص ساعة قصف قال ما نسوي لكم دليمية قلت له دليمية ما هو سوي كذي هيأكل مع الأنبار المهم موجود هو علي موجود حيرزق يعني فما رحنا لأن اشتد القصف وما رحنا الأنبار بس احنا بالصحراء كنا يعني بالقاعدة بالصحراء قال معايا محمد الشهواني ويا ضباط معايا شوخ عشيرة شوخ عشائر مهمين من السنة والشيعة ويا شباب من عدن يعني من الناس عسكريين ومدنيين ما بغلنا نركب لا بطيارة أمريكية ولا على دبابة أمريكية وقلنا لهم الأمريكية أقول أحنا ما مستعدين نركب بطيارتكم أو ندخل بدبابتكم نحرر العراق أنا متحرير العراق أحنا نسقط نظام المهم سويناها أحنا على حسابنا على مسؤوليتنا سيد علاوي أتحدث مع خبير متمرس بأشياء السياسي شنو تصورك بفرضية أنه بقى نظام معقبل 2003 لحد هذا اليوم نظام صدام يعني نعم شنو شكل العراق أفضل حالا من اليوم لو أكثر تعاسة من اليوم والله أعتقد أفضل من اليوم أنا ما أتوقع العراق هذه النتائج لو متوقعها بهذا الشكل أولا ما سوي انتخابات أنا سويت انتخابات أول انتخابات بالعراق أنا سويتها لذا ما سوي انتخابات لو شايف هذا المنظر قدامي الحاصل الان بالعراق أو على لا المكان اشتغل أسب الصدام ونقف ضد بس ما اشتغل لزحت لأن هس تبلك العراق تمزق يا أخي هذا شيعي وهذا سني هذا أمرنا ما نفكر بالشيء والله العظيم ولهذا احنا يعني تدري بصراحة ما هذا اللي حصل بالعراق أنا عدلت المسار أنا رجعت الجيش نزلت المجونية رجعت هيبة العراق نوعا حسنت الوضع الداخلي زيت الرواتب زيت المقصصات 85% من الديون سقطتها إزيان كلها نواب يجوا جابونا دمروا الجيش ودمروا الشرطة والمقابرات دمروها هذا متعمد العشون طبعا متعمد متعمد يعني نتيجة غباء وما غير غباء بس متعمد هذا اللي صار من الأمريكان الاحتلال هذا اللي سوا مستحيل يصير برد آخر والاحتلال تدري الاحتلال أنا اجتماعت بالمقاومة بالفلوجة بالفلوجة كنت رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس الحكم بيها جلال ومسعود وبيها أحمد الشلبي وعبد العزي الحكيم وثلاثة ثلاثة اختاروني رئيس لها اللجنة فرأت اجتماع بالمقاومة قلت أنتم مقاومة أنت صرت أذناب للزرقاوي مراجلكم لتبيعوها براسنا فالمهم بعد حديث طويل قل بوصار رويانا خابرني أحد المسؤولين الأمريكان الكبار جدا قال لي أنت اجتماعت ويا الانسيرجنس وراء ثمانتي تسعة تيام قلت لا اجتماعت ويا الريزيستنس قال لي الفرق قلت الفرق كبير أنت أعلنت احتلال فالاحتلال شارعانة الأمم المتحدة للشعوب أن تقدر تقاوم الاحتلال أي احتلال هذا أولا ثانيا نحن بأشر عقبار نريد أن نضرب القوى المتضرفة بيش نضرب الجيش الأمريكي أو الجيش عراقي أنت جيش العراق حليتو فليش ما اجتمع بهم دول كل مضباط جيش عراقي وانا راح تبقى السائق الله وكي لك حتى مسدس مشاعر بجيبي وانا ما استعمل السلاح أبدا فلهذا يعني تدري فهذا شيء متعب صار يعني هذا اللي صار بالعراق سواء في مسألة الحل الجيش تفكيك المقابرات والاشتفاد البعث والنفوذ الأجنبي إيران أصبحت هي سيدة الموقف بالعراق بالألفين وعشر احنا فزنا بالانتخابات فزنا بعد ما قتلوا لنا تسعة واشتكتلنا خمسمية واحد ما بين مرشح وما بين ناشط وغرق ومساحات كبيرة في حزان بغداد حتى ليس التقبون ومع هذا فزنا إيران وأمريكا وقفة ضد الفوز هذا موجود هذا كتاب سواء كتاب واحد أمريكي اسمه روتس بن روتس بالألفين واثمونتعش سواء ببوبليشت نشاره بالألفين واثمونتعش في الشهر وحزيران كان مسؤول على المفاوضات السرية النووية ويا إيران وإيجاز لرئيس الجمهورية الأمريكي قال استدعاني الولد الإيراني مع المفاوضات النووية إلى مسقط كان الاجتماعات سرية يقول رحت المسقط قالوا إحنا مستهيين استياء شديد من فوز علاوي فإذا ما تقفن ويانا إحنا سنقطع المفاوضات النووية وياكم وننقل إلى حيز العلن وإلى الوزارات القارجية ونسوي مشاكل بالعراق بالكتاب موجود هاي أنا هيك عن اللي قل يا بوتين واللي قل يا صباح لحمد فلهذا تدري أمريكا وإيران عملوا سوية حتى يمنعون العراقية من استلام الحكم أنا قلت لهم وصراحت بالتلفزيون يمكن بالشرقية وقلت يا بقى أنا ما ريد أصير رئيس وزراء بس أي واحد بالعراقية يقدر يصير رئيس وزراء أنا ما جايد أصير رئيس وزراء وقفى ضد العراقية بكاملة يقول أذوال السن رح يقتلون يدعى لاه يجي يستلم العراق وزر رئيس الوزراء بالعراقية تسمعي تشعر شي هذا الإشاعات التي وقتها طلعت فتدري هذا كل إحنا ما رفض يعني ما قبله وله نهائيا ولهذا من نقارن أنه إحنا لوصلنا العراق إلى هذا الحاد وطبعا موصلنا دمائنا سالت أنا أخوي استشهد وأملاء العائلة كلها تصدرت لي هسا نحن بالمحاكم ملايين يعني موليون مليون من كان دينار دينار ثلاث دولارات وكسور فتدري حضرتك يعني صراحة يعني هذا الموضوع مؤلم للغاية أنه العراق الآن يعيش فقر ومذلة وطائفية ونفوذ أجنبي وفساد إداري ومالي وبكل النواعي فساد ونفوذ خارجي وكامل بالعراق يعني الآن إيران ستصدر بالعراق وإيران تركيا عدد 28 قاعدة على ذكر هذا الحديث الفقر والجو والقحط وإلى آخره هل سيأتي يوم ونرى الشعارات الانتخابية الشعارات الحزبوية تطبق على أرض الواقع خدمة للمواطن البسيط أم إنها شعارات مجرد شعارات تكتب على الورق وتتعلق على الحوائط على الحائط أفوان في فترة فترة انتخابات فقط عذرا مقاطعة إلى حد الآن شعارات هل ستبقى شعارات من جهة نظر لا أعلم نشوف رئيس الوزراء الجديد أنا عندي قلت وقلت له قلت له تمثل نقطة ضوء صغيرة بسيطة إذا تحركت بالانتجاه الصحرية ستكبر هذه النقطة ووصل إلى هذا وإذا لأما تحركت بشكل سليم هو عليه ضغط طبعا من أخوان آخرين موجودين بالمجلس النواب ما نسمى بالإطار التنسيقي مو كلهم بس جزء منهم بس التعينات الدالاحة فهاني كلها ماشية بسياق واحد السياق يعني إسلاميين وكذا أنا ما عدنا شيء ويالإسلاميين بس ما نريد العراق يكون لونه واحد لتلاوين القوى اللي نهضت الدكتاتورية مؤمنة بالديمقراطية وساهمت ببناء العملية عملية السياسية تشترك بالوضع السياسي سيد علاو سنتي الحديث عن سيد السوداني لاحقا لدينا ملفات أيضا سنتحدث بها من ضمنها السيد السوداني دولة رئيس الوزراء قبل شوية تحدثت جنابك عن الفلوجة واجتماعك مع المقاومة في الفلوجة نعم فيما يخص الفلوجة ماذا تعني لك معارك الفلوجة والنجف والله أولا النجف أخذها جيش المهدي وهي مو مال أحد نجف مع العالم الإسلامي كله مو مال شخص واحد أو مجوعة أشخاص والفلوجة أهم أن أخذت رهينة لهذا الزرقاوي وهذا كان احنا لزمنا وثيقة يقول أنه احنا يجب أن نثير القضايا الطائفية بالعراق إزيان وثيقة خاصة بالزرقاوي الزرقاوي زيان أحنا شلون فأنا ستلج بها مال الفلوجة وشنت معين عبدالقاد عبيدي رئيس مجموعة الهجوم فقلت لهم تذهب للمستشفى وانتظرون 24 ساعة وتوصلون هجومكم على مقرات الزرقاوي فخابرون قالوا بيها 23 أو 21 وعند نسيت المستشفى من الفدائيين من السعودية كونسات وستخبارات توصلوا لهذه المعلومات فخابرت الملك عبدالله بن عبدالعزيز وقلت لأخي ترى سعوديين نحن مضطرين نضربهم فشنو قال لي والله أنا ما سمعت بعد القبر يعني سووا لي فالمهم أخذنا ثربنا مقارات الزرقاوي فقط وبنفس الوقت بنئت لهم مستشفى حديثة وسويت وطيتهم مساعدات وعينت شخص لعادة عمار الأنبار اللي هو حاشم الحسني كان وزير عدي بالصناعة وزير صنعة بوزارتي هذا بالنسبة إلى الفلوجة النجف ذه زيت لخبر المقتدى الصدر قلت يا بحنا ما عدنا مشكلة والصدرين بس أنا ما أقبل جهات مسلحة تجي تدخل الفلوجة وتأخذ النجف وتأخذ النجف رهينة قلت ما أقبل حيبة الدولة تنكسر يعني داري 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 حيبة الدولة فراح نضرب قساوة والله العظيم داتك أنا دزيت قوات خاصة إلى دخل إلى الحظرة بقيادة وزير الدفاع السابق نجاح نجاح الشمري كان بالقوات الخاصة وثلت تطبون بس مهمتكم تحافظون على حياة الصدر ما تسول شيء مقتدى الصدر بس لا يروحون يضربوه ويضربوه برأسنا هل بالفعل أنك منعت الأمريكان من ضرب السيد مقتدى صدر؟ منعتهم منعتهم منعت الأمريكان من دخول إلى الفلوجة ومن دخول إلى النجف ما يبقون إلا سبعين كلمتر بعادة عن النجف أكو 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 حديث يقول أنه حضرتك واجهت الأمريكان ومنعتهم من استهداف سيد مقتدى صدر صحيح أجاني بحضور وزراء أجاني أحكي لك أجاني واحد أمريكي بقاعدة الجيش إلى هذا المتعدد المتعدد الجنسيات قال نحن نعرف من طلع الصدر نعرف وين الصدر وين نقدر نضربه من بعد 45 كيلو متر 40 كيلو متر وقالتك كيف تخاطر رئيس وزراء العراقي بالطريق؟ أطلع أطلع طلعت وزراء فدارت الأيام أنا طلعت من الوزارة خابرني صديق عزيز عليها وقال لي يا أبا أقوأ الذي يريد جواهي تسلم عليك اسمه عماد الكيلينتر سيد فأجل عماد الكيلينتر لهنا تعشوا يمي قال أحنا نشكرك لأن أنت نقذت حياتنا وقال لأني ما أعرفك أصلا ما سنعبيك قبل قال أحنا مقتل الصدر كان ببيتنا مرة يضربوا لأمريكا قتلة تشمدي كان رائدون يضربوا قال أسمعنا ما كان وزراء وياك كلنا القبر كان وزير الأمن الوطني ووزير الدفاع والداخلية قلت له والله ما جاينا نقتل مقتل الصدر أحنا ولا عدنا شيء ويا التيار الصدري هذا صحيح الكلام فعلا يعني أحنا عدى قتلة قتلة جيش المن وبالمناسبة زاروني قادة اللي كانوا قادة الجيش المهدي واللي تركوا الجيش المهدي بعد ما قلت لهم ما عندنا شيء ويا صدرين أجاني آخرهم قبل يومين ثلاثة ما راح أسمي الاسم بس أجاني قال لي إذا أكو شخصية بطنية بالعراق أحنا نتحد يناك وما مع هذا ما سويتنا شيء هذا الحقيق قبل يومين ثلاثة أي يعني في تواصل معكم مع معا في تواصل مع التيار الصدري حتى هذه والله أنا تواصل بكل عراقي نعم والله ما يعجبني أقول لي أتغلطان 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 طيب بمأننا نتحدث اليوم عن التيار الصدري الانتخابات الأخيرة 2021 وما جرى بعضها وأزمة الانتخابات ويعني أنت سيد العارفين دكتور إياد هل يمكن عودة التيار الصدري بعد كل ما جرى هل هناك محاولات سياسية تقودها شخصيات سياسية لمحاولة الصلح بين الحنانة وباقي القوى السياسية محاولات شو؟ محاولات الصلح بين الحنانة وباقي القوى السياسية لا والله أنا ما أدخل تدري أن القوى السياسية يفترض بها النضوج تدخل أنا ما أدخل أنا بس أنصح بشكل عام يعني يعني صحت المقتدى الصدر لا تنسحب من المجلس النواب نحن ما اشتركنا بالانتخابات نعم لخيرة بس قلت للمقتدى الصدر دزلت لخبر ويجمعت المكتب السياسي قلت لهم لا ينسح بيا أخي ما يصير فلهذا أنا بس أنصح أنا ما أدخل ولا طارح نفسي وسيط ولا إلى آخره أنا بس أبين وجهات نظري فيما يتعلق بالعراق بالشكل الستراتيجي يعني يعني أحنا ما نقرب لأن العراق ممزق جاني السفير الجزائر قبل فترة قبل مؤتمر القمة قال أنا الرئيس الجزائر يبعثنا عليك ونريد نشوف شنو القضيتين الأساسية اللي نبعثها في القمة اللي راح تكون مركز خلافات وقالت لو أكو قضيتين مهمة جدا الأولى هي القضية الفلسطينية والتطبيع ويا فلسطين هذا لازم يكون مفق معيار واحد هو الدولة الحق والشعب الفلسطيني والحل العادل والشامل والدام اللي هو حل الدولتين وقالت لهذا لازم تناقشوه في القمة العربية وقالت له شيء ثاني الآن مشتهات إيران وتركيا وسوريا وإسرائيل فتحت على سوريا شافوا ضعف بها السوريا إذا لا تدخل ضمن حاضنة عربية راح تتدمر وتدخل لازم شروط أيضا على بشار لسد يعني أنت ما عودت سوريا نحن ذهبنا إلى سوريا وعودت سوريا والله دعت الشعب فلهذا أنا ما أدخل بي أنت تقدم من نصح ولكن دكتور إياد يعني الحديث عن ما جرى تحديدا بأزمة انتخابات 2021 أو ما بعد الانتخابات يقودنا إلى أو يرجعنا إلى ما جرى في عام 2010 انتخابات 2010 التي أسست لعرف جديد في العراق وهو أن الفائز لا يشكل الحكومة وهذا ما جرى في 2014 و2018 وما هو الخراب السوء في أمريكا كيف يعني ما فائدة الانتخابات إذا الفائز لا يشكل الحكومة وعيون الشداتش بشرفي أنا الخراب السوء في أمريكا في 2010 ليس منعتني من رئيس الوزراء أنا هنا في هذا البيت جاء بايدن قال ليش ما صر رئيس جمهورية قلت له بابا إذا ضيرت رئيس جمهورية شنو قلت له الشعب العراقي اختارني رئيس الوزراء أنا رئيس العراقية والعراقين قالوا لك قائمة العراقية قالوا لك أنه احنا ما نريد أي وظيفة بس أياد علاويك في صر رئيس الوزراء فلياش التوقفين ضدنا دكتور إياد دانا نتوقف عند هذا الفاصل ونعود لنتحدث تحديدا عن ما جرى في 2000 وانتخابات 2010 والظلم ربما الذي وقع على دكتور إياد علاوي فاصل ونعود نتابع مرحلة ما بعض 2010 وما جرى مع دكتور إياد علاوي في تلك الانتخابات دكتور إياد ظلم كبير أمريكا حرمت إياد علاوي حرمت العراقيين من حكومة وطنية والله هي موت حرمت بس هي ضربة الديمقراطية بالصميم بالعراق تعرفين هما جابوا فكرة الانتخابات والديمقراطية وأنا كنت أقولهم أقولهم إحنا إرادنا وثيقة حقوق حقوق مواطنة بالوفرائس والذي سيسزز المواطنين على مساواته وش اسمعه واستمرارية الأجهزة مع تغيير القيادات الأجهزة لأن الدولة لا يستطيع تسقط دولة العراق وثالثا طبعا المسألة القضاء يكون سيادة القانون هذه قدنا إلى الديمقراطية بالنتيجة هم مصررين لا ألا تسوون ديمقراطية قبل أيام أنت كان مجلس الحكم جتت حاججوا بالأخير اعترفوا أنه أنا على حقهم وعلى باطل حتى من دعوني لأمريكا وراء مقالتي الشهيرة التي ترجمت إلى عدة لغات حل الجيش والمقابرات أنا توقعت معركة ستحدث بيني وزارة الدفاع فاتفاجأت أنه 30 واحد قاعدين والجيش ومدنيين قالوا نحن نريد أن نقرأنا مقالك ومقالتك على الصح ونحن نصنع غلطانين بحل الجيش العراقي نعم فنريد نرجع الجيش ونرجع وزارة الدفاع ونريد أن المقابرات نرجعها أعود معك إلى المذكرة التي بعثتها إلى جو بايدن تطالبه باعتذار أن يقدمه للعراقيين لماذا؟ هو مو مذكرة هي كانت رسالة تحنيئة بالانتخاب رئيس جمهورية نعم وليس أنت مطالب بالاعتذار من الشعب العراقي لأن ضربت الديمقراطية بإشرافك بالعراق وكان هو هو نائب رئيس جمهورية مع الأوباما وهذا بالكتاب يقول هذا روتس اللي حصلت لكم عنه يقول رحت على أوباما دعا فهمه دعا قل إيران مستائة جدا من فوز علاوي والعراقية فبلغوني هالشكل أنا بلغك فداز على بايدن غير روح اشتغل علاوي لا تخلوه يصير رئيس عبر الكتاب لماذا كان هذا الخوف من حكومة إياد علاوي والله ما أدري هل هي فعلا القضية الملف النووي أو غيرها ما أدري بس هم أقول لي ما كانوا مرتاحين من وجودي أنا كنت ضد كل اللي يسوه الأمريكان كنت ضد الاشتثاث ضد حل الجيش حتى أنا مؤتمر سويت مؤتمر شرم الشيخ للجوار العراقي حتى أربط الداخل بالخارج وسويت اتفاقيات مهمة جدا ويا كل دولدان للجوار ويا سوريا ويا الأردن ويا مصر ولو بصر موجوار بس مصر مهمة ويا لبنان وتركيا والكويت والسعودية وسويت مؤتمر شرم الشيخ اللي هذا كان مؤتمر مهم جدا بدليل أنه الأمريكي الأيرانيين قالوا أحسن مؤتمر حضرنا احنا مؤتمر شرم الشيخ لأن سوينا الاجتماع الدقائق الاجتماع أنا وحسن مبارك الله يرحمه الرئيس مبارك أنه شيء لازم نناقش هاي الأمور بيها واحدة اثنين ثلاثة وكان به مجال وسوريا حتى سوريا سوريا تدرين حضرتك ثحنا عفاق جديدة بينهم بين الأمريكان من هذا خلال المؤتمر هذا سويا لجنة مشتركة احنا وامريكا وسوريا واحنا وامريكا وإيران العفو تركيا وكنا نريد نسوي لجنة مع إيران أيضا أمريكا أيضا بيها يتمثل أمم المتحدة بس ما لحقنا ما نسويناها لأن ما كان أكون إيران توافق كامل بيننا مع الإيرانيين لهذا تعرفين حضرتك أنا حقيقة كتبت لبايدن رسالة تهنئة وتلاهنيك اتصلت للجمهورية واعتذر بعضين بايدن لا ما اعتذر ولا أعتذر طب دكتور إياد موضوع الانتخابات في العراق اليوم ما فائدة الانتخابات إذا كان الفائز لا يشكل الحكومة والله ما يوجد تدرينا أولا نشوف أولا نسبة المشاركين بالانتخابات خفضت إلى أدنى مستوى بين 18 وال20% من الناس المرشحين يعني يقدرون ينتخبون هذا أولا ثانيا الناس ما بقى لها احتئة اهتمام بالديمقراطية شافت أنه كذب ضحك عذقون هذه الدمقراطية فقدت ثقتها فقدت الناس فقدت ثقة بانتخاباته بالديمقراطية مع العلم تعرفين حضرت القائمة العراقية وطلعوا طلعوا بدعة غد العراقية وراء وراء عشرة التسعة تشهر أسمها بدعة الطرف الأكبر هو ليشكل بأي وقت بعد انتخابات ليس شرط قبل انتخابات ليس شرط الفائز لذلك الديمقراطيات بالعالم كلها يفوز هو يشكل حكومة يفوز إذا بشكل حكومة ما قدر يشكل حكومة خلص يزغط حقه يطلوها الواحد آخر هذا حتى بالدستور عندناه بالشكل بس احنا ممشت بهذه الطريقة القضية خلص قفلوا علينا قالوا ممنوع وامريكا وإيران قالوا ممنوع ما تصير العراقية يا بل العراقية ما يخبر ما أساعد على وليس بس العراقية خلي واحد منهم يصير ما قبله وقلوا ضدنا فالناس فقدت الثقة واخصارت مهرجانات والله بشرفي يعني الآن حصرت على الشعب العراقي ليس على فقدان رئاسة الوزراء رئاسة الوزراء ليس هناك بالنسبة لي أنا ليس معول على الرئاسة الوزراء بس الشعب العراقي معول على كرامة ونزاهة ووطنية وتقدم للعراق واستقرار ومؤسسات يا احنا بوكتنا صارت هذه صارت سويت مجلس عمار ربطت نائب رئاس الوزراء سويت هيئة خص خصة ربطت واحد من القضاع الخاص وقلت لثلث الأسهم تروح إلى العاملين في المؤسسة من عمال أو موظفين وثلث تروح للاستثمار والقضاع الخاص وسويت مجلس علانة لسياسات النفوط وأسست مجلس الأمن الوطني وسويت هيئة الاقتصادية العليا كلها سويتها بفترة زمن الحكم تلو لا أجل الأخ الجعفري حلها كلها بأول أسبوع حتى يشترون كانوا يجيبون نا شاي وكذا طردهم زعبهم والله العظيم صعب هذا ناس فقدات الأمل بالديمقراطية حقيقة كل هذه الأزمات دكتور إياد التي مرت منذ 2003 وعلى حد هذه اللحظة تراها طبيعية في دولة حديثة العهد على الديمقراطية أم أن القوى السياسية الحكومات المتعاقبة لم تتصد بشكل صحيح للأزمات المختلفة الحكومات المتعاقبة تمثل فئات طوائف ما تمثل الوطن كل وهذا مصحيح والديمقراطية بحد تحت في أمريكا فشلت ترى التجديق في أمريكا هذا أوباما ومو ترامب أردنيا علوم ومحكمة وغوسة وفوضى والآخر فهذه الديمقراطية تجيها على العراق من أنظمة ديكتاتورية عاشة سنين عشرات السنين فيها تحث نظام ديكتاتوري مطلق تجيها للشعب الديمقراطية بهذا الشكل هذا مو صحيح بس تسوي لحقوق مواطنة المواطن يعني يسموها بلوف رايتس الحقوق الأساسية المواطن العراقي ماكو مواطن ماكو عيب علينا نقول والله كوكوتة للنساء وكوكوتة للمسيحيين وكوكوتة للأزيدين شنو كوكوتة مواطن عراقي هذا مواطنة عراقية شنو شنو هذا هذا زائد استمرارية الأجهزة والأجهزة تدري حضرتك يعني الأجهزة يعني مو شرط بنفس القيادات بس قيادات جديدة وطبعا هذا كل ما صار وصار النفوذ الأجنبي هو الأساسي لازم تروح تأخذ موافقتك من إيران حتى تصير رئيس وزراء يعني شنو حتى هذا هذا من يقبل به أنا ما سوي هذا بوتين شفته بالألفين وعشرة بالشهر السابع على سوريا وعلى فلسطين يعني جزء من مجلس العلاقات العربية والدولية ناب الرئيس منتخب يعني بيه وبيه مسؤولين كبار مهمين العرب يعني فرحنا للموسكو ريد نسوي بوتين طلب يشوفني لوحدي وراه شفته قال لي ليش ما تروح لإيران قلت لي ليش أروح لإيران حتى تصير رئيس وزراء قلت لزين أنت صريح العبارة والله دعنتك أقسم بالله حسنا نحن نعجي بالتلفزيون قلت لي أنت تروح لفنلندا حتى تصير رئيس الروسيا الاتحادية قلت لي لأ قلت ليش تدني أروح لإيران قلت لي شو أنا أروح لإيران قلت لي أنا أروح لإيران أشوف الإيرانيين يمك أشوف هم بالعراق مستعد بس ما لا أروح لإيران حتى أطلب منهم رئاسة الوزراء مستحيل تسويها على قصر القبط ما تسويها هذا حديثي مع فوتين قال لي زين ممكن دزاني مندوب عني قلت لي دز صباح لحمد دز مندوب شرط إيران أنه أياد علاوي يجي نفسه يقدم فروض الطاع أنه يصير رئيس وزراء هذا ما تسويها رئاسة الوزارة بالنسبة إلى وحد يفقد قيمته وقدره ويخلي العراق يفقد قيمته وقدره شوان يعني شوان وحد يسمح النفس يسوي شيء سيد علاوي الحديث عن الانتخابات دعنا نتعمق أكثر أي القوانين تؤيدون جنابكم العودة إلى سانت ليغو المعدل 1.7 1.9 البقاء على الدوائر المتعددة أي القوانين أفضل صريح سانت ليغو يسمى خروج عن الصدد بصراحة تعرف حضرتك أنا مؤمن أن العراق يجب أن يكون دائرة واحدة بس خلاف هذا أنه لا يقال للمحافظة تصير دائرة واحدة حتى نقضي على الطائفية والمحاصصة وإلى آخره هذا أولا ثانيا نريد عد يدوي بالإضافة إلى البايومتري لأن أنا بوقت يجعني مصطفى الكاظمي بلنشان رئيس مقابرات قال يابا هنا قعدنا قال احنا بصراحة صار نجتمع مجلس أمين وطني اليوم وإحنا البايومتري هذا الجهاز اخترقنا أنا أخذها كروي واخترقنا للجهاز وغيرنا المعادلات الموجودة بي إلى معادلات ثانية خلال أربع دقائق وستة ثواني قال مست ثواني قلت هاستوان هذا شو الجهاز هذا قال مفاتيحة موعد نتصور تسامعي شي فحقيقة أنا طرحت بشكل رسمي أولا أن القضاء يستلم المفوضية وتتغير هيكل الدنيا مو العليا بالمفوضية بشكل مستمر بعد كل الانتخابات تجي هياكل جديدة وتصير المحافظة واحدة دائرة واحدة وتصير تعداد يدوي وتعلن نتائج بليلتها مثل بقية العالم بالليل بالثنتين ثلاثة يقول يالله فلان من العظمية فازت العراقية فلان فازت فلان وفلان يعني يعنوها ويتركون مدة اسبوعين لمناقشة الاعتراضات فهذا يفترض أنه صارت هسه يفترض أنه صارت منطقة واحدة كل محافظة دائرة واحدة وصارت أنه شغلة ثانية تعلن نتائج نسليلة هذا لمشوا عليها خطوة متقدمة إلى الأمام السيد الرئيس الأسبق سيد علاوي الملاحظة أنه في كل دورة انتخابية يجري أما تعديل أو تغيير لقانون الانتخابات ما الأسباب التي تدفع إلى هذه التغييرات فيما يخص قانون الانتخابات مع كل الانتخابات فوضى حتى يحيدون النار لرصت بعض الأطراف هي تتسيد تغير القوانين وتعرف مجلس النواب ليس قد المقام يعني ليس مجلس نواب قامل أقل لها مقتدى الصدر خلي نقول 73 واحد سحب هذا ليس مجلس هذا مجلس نواب حقيقة يعني وأنا قلت للأخ سعود البرزاني قلت لها يتش فالحقيقة يعني أقول لك شي يعني مهم هذا الموضوع موضوع أساسي بالعراق يراد لك فترة حتى تعيد ثقة المواطن بالديمقراطية وبالانتخابات وهذا ما توفر بسهولة لأن نشوه بالألفين وعشر نشوه من هذه العال تتصور السيد مقتدى الصدر على ذكر السيد مقتدى الصدر سيحصل على نفس المقاعد التي حصل أكثر أقل ما توقعك جاية والله ما أعتقد أقل يحصل لأن تدري السحب 73 واحد دولا كانوا عقدين للأمال على تغيير قسم منهم التصلوا بي قالوا لقنعة ما يش قنع من ما قنعاني ومو شغلي أن أقنع الناس هو رجل كامل وناظج والآخر هو المفروض 73 واحد يسحبهم فالمر ما يحدث تخلي بنتك سارة تشارك بالانتخابات الناس والله أنا أحكي لك أنا قلت لها بابا أتشلش بالسياسة هاي تسلبها بالسياسة طالع علي ما تلعفو مع الأسف والله هي فلس أحمر مطيتها والله العظيم أقسم بالله فلس أحمر مطيتها حتى تترشح نفسها وتسوي ترتيبات النفس بالله الكريم ولا أطيت للآخر وأطيتهم خيار وقلت لدي رشح خلي روح رشح بس أريد ما سويت أحنا ما ندخل أنا قررت أنه من شارك بالانتخابات فسارة أكبر بناتي أكبر أولادي وأحبها متعلق بها وشي أسوي لها وعنى ما أقدر بسلطة ما أقدر أملعها وقالتها فلوس ما أطيت روحي الله يحصى إن شاء الله شكرا دكتور إياد بما أننا نتحدث عن ابنتك سارة وأنت في حكومتك كان هناك ست وزيرات نساء اليوم المشهد السياسي في العراق يخلو من قيادات نسائية النساء لا يصنعنا القرار لماذا هذا التغييب للدور النسائي للعراق وهل هو مقصود أم فعلا لا يوجد لا مقصود مقصود هنا المرأة يتعامل بشكل حقير الحقيقة على الأسف يحتقر المرأة هنا هنا بالعراق تعقالينا البدوية مع قوات البنات هذا زمن الجاهلية هي تقريبا أنا أتعمد أجيب ست وزيرات نساء وزيرات والله العظيم من أكفأ الوزيرات من أكفأ الوزراء وثانيا كلهم منتجين وابهم حتى مرة وحدة وزيرة الزراعة كانت قلتني في مخطط جديد وافقت علي رأسا فورسني وزير الزراعة السابق عزمني إلى معرض هنا أنا بالمعرض بغداد مع الزراعة فرحت تحشي لي هذه ابنية شنو هذه مسألة الوحدات الزراعية وطاعة من أسوها هاي فأي أقام تضحك وتأش بيش تضحكين قالت ماذا تسويت لهذا القرار وحدات زراعية فكانت نساء كفوات ولهذا أن أقول الحقوق الأساسية المواطنة يعني لا فرق بين الرجل وأمرأة أنت ما يصير تعزدين نص المجتمع نريد لهم نريد المرأة نص المجتمع يعني بحساباتنا يكون نص رجال ونص نساء موهي شي يعني شوية بلاس ماينس زيان هالت بدقدرين تنظرين بأي المجتمع بنصب عضاء إلا بيكمل عضاء يعني المرأة هنا معاقبة ما لا دور ما يصير هذا الكلام لا يجوز المرأة السياسية اليوم في العراق كيف دورها كيف تقيم دور النساء الموجودات اليوم داخل البرلمان العراقي طبعا هل يصدحن بصوت النساء لا بحقوق النساء لا لا هم أساسا هم مستضعفين مستضعفين في البرلمان مستضعفين لأن ما يدافعون عن حقوق المرأة وهي متعدد ودفاع عن حقوق المرأة هي حقوق المواطنة الحقيقة المرأة مواطنة مواطنة عراقية أنت مواطنة سورية مواطنة عراقية أنت تحظين بنفس الشيء الذي عد الرجل لا يوجد فرق لا يوجد أحسن من لأن أحسن منك ولا يتحسن مني لا يأحسن منك ولا يتحسن مني ما يصير هذا هذه نقطة مهمة ذكرتها أنت أكثر من مرة دكتور إياد مسألة المواطنة وأشكلت كثيرا على الدستور العراقي ما هي المواد التي برأيك يجب أن تعدل بالدستور العراقي أم يجب إعادة كتابة صياغته أو يجب إعادة صياغته والله احنا جمعنا 85 شخصية وطنية عراقية من مختلف الاتجاهات ناقشنا موضوع موضوعين موضوع الانتخابات وموضوع الدستور والموضوع الأساسي هو لتعديل العملية السياسية لأن العملية السياسية فقدت محتواها وفقدت معناها حقيقة يعني والشعب ما عاد واثق بيها فلهذا وصلنا إلى قناعة أنه يجب أن نتعامل مع الدستور بطريقة شوية انتقائية يعني أنه بمعنى أنه ما نأثر على المقونات الأساسية للمجتمع العراقي ولكن عدل الدستور كمدخل أساسي لتعديل بالنتيجة بشكل نهائي وتعديل وإضافة الفقرات الناقصة بصياد قوانين أنا سائل لكراد قلت لهم أنتو شون تنحال مشاكل بغداد واربيل قلوا لي تنحال بطريقتين لغب معركة معارك لغب الحوار وسن القوانين وأهم قوانين تسن هو النفط والغاز وتوزيع الثروات المالية هذه موجودة بالدستور إلى حد الآن غير متبقة يعني ما فيه قوانين متدرين هذه لازم تفهم بقانون يعني يشرع قانون بها قانون النفط والغاز وقانون توزيع الثروة المالية نحن سوينا القانون قدمنا بزمن المالكي إلى لجنة النفط والغاز وإلى لجنة المالية بالبرلمان قالوا لا الحكومة اعترضت قالوا الحكومة احنا راح نقدم واحنا قرارنا اقوم قراركم لهذا احنا اللي قدمنا وراح نقدم هما حكومة ما قدموا هما وإلى حد الآن هذه مبهمة شنو قانون النفط الغاز وتسألين هسا أي كردي بس لم يكن توصل مؤخرا إلى اتفاق قالوا بأنه سيطر لا يوجد اتفاق لا ما قانون ولا قانون توزيع الثروة المالية تعرفين توزيع الثروة المالية احنا قلنا بالدستور المكتوب حسب نسبة السكان وحسب الحاجة إلى التنمية الزناني هذا الموضوع ما مشبه الطريقة لا صار قانون ولا صار ولا رقابة على القانون القانون بجزء جزء تنفيذي جزء رقابة على القانون هذا مصار كل مصار قانون إدارة المجلس الاتحادي مصار قانون مجلس القدمة الاتحادي مصار كل مصار ما في شيء يعني بالدستور كل ما يوجد يعني المسائل الأساسية خالية بس نتعارك واحد ويلا أخ واحد يهوز على الثاني والله العظيم فالشيء محزن يعني الحقيقة لا بأسف نقترب من نصف عام على تشكيل الحكومة الجريدة برئاسة سيد محمد إشياع السوداني دكتور إياد كيف يقيم دكتور إياد علاوي حكومة السيد السوداني والله أنا أقيم هو الشخص أنا قيمته بشكل جيد وإنس عادت أن يكون رئيس وزراء هو وحشيت وعراقيين وحشيت وعجانب عربي يعني ودول على محمد إشياع وأنا أول مرة رشحت لمحمد إشياع السوداني هو أجاني وطلب مني أنا رشحة من زمان يعني قبل أشهر ورشحت لأن أنا مقتنع بثلاث مسائل حوله أنه ما عد سمع ولا صمح الله مرتشي أو بايق أو شي مزيق يعني أثنين هو أيضا بنفس الوقت الوزارات اللي أخذها الصناعة والعمل والشؤون الاجتماعي أجاد بيها ما أعتمد على التمزيق وهذا شيء وهذا سني وهذا كذا والثالث هو يعني نشعب الإراق هذه المؤشرات أنا اعتمدت عليها وانطلقت بتسميت رئيس وزراء وحشيت وياهم وحشيت ويا إطار التنسيقي ويا قسم الإطار التنسيقي مو كله وحشيت ويا مسعود البرزاني وحشيت ويا بعض القادة العرب عن محمد الشاع وصار الحمد لله صار رئيس وزراء مو أنا سويت بس أنا ساهمت بأن يكون رئيس وزراء وشكرني وممنون مني وله القض الصحي ولكن أيضا بنفس الوقت دا شوف محصور الآن ودأ عين ناس من طراز واحد ما يصير هنا العلاق مفتوح لكل عراقي وعراقية ما يجوز يعين من طراز واحد يعني طراز فكري واحد ما يصير يعني ما يجوز يتجاوب يا رسال أكثر من رسال أعتقد أرسلت لحضرتك والله أنا قلت له قلت له نبهت وحتى حتشيت له على هذا الدولار نعم وقلت له وراويت المذكرة اللي أنا كاتبها سنة الـ 2011 2011 شهر حزيران شهر نيسان الرئيس الوزراء أنه قلت له هاي تلعبون اللعب ما الدولار وهذا كل تمهيد لتبيض الأموال والسرقة فليش ما تسوين فلانش ثلاث حلو رطيتهم عدتها على أشياء فبدأ يسويها وقلت له ما يصير محافظة بنك المركزي السابق ترجع وما تخلي يعني ناس كفاء أيضا فجاب فيصل الهامس اللي كان رئيس تي بي آي رجل كفو عده كفاء صار نائب الرئيس المحافظ المركزي فلهذا تدري يعني محمد الشياء أنا متأمل بومغة خير إن شاء الله وكون أطلع المرة مضبوط حزاباتي طيب أنه يمشي عادل ويصير عادل ونأيده وندعمه أنا ما عندي طمع الحقيقة أنا أصير وزير أو رئيس وزراء أو لو يات حكومة السيد السوداني من وجهة نظرك لو أراد أو لو تقدم بالسؤال لحضرتكم أوليات بين الوحدة الداخلية وهذا ما يطبقها وحدة الداخلية تعديل الانتقابات تعديل الدستور هي ضمن الوحدة الداخلية وحدة مجتمع العراقي لا يزال منطشر المجتمع العراقي هذا سني وهذا شيعي وطائفية ومحاصصة إلى حد الآن التعينات بالمحاصصة أحشي لك قصة أنا شفت أرشد الصالحي رجل فاضل التركماني رئيس الجبهة التركمانية كان وطائفة أحشي لك أنت ما لحق الإنسان قال لي أجا عدي المرحة مالأو المرحة وطائفة لان أريد سارة أعدها واهس بالسياسة بدي فتري تدخل منظمة حق الإنسان قال لي والله احنا خمسة شيعا لازم من الشيع يشغ عموم وثلاثة سنة لازم خميس خنجر وهذا اسمه الحلبوسي وواحد تركماني احنا الرشحة جبهة تركمانية واحد ماذا شنو قال لي عايشيني هاي يعني بعد ما حال الأمل في القصة فالمحاصصة لا تزال قائمة حتى بحقوق الإنسان بل بعدها بعدها محاصصة وهي هاي دمرت العراق وحمت الفساد هاي المحاصصة حمت الفساد هذا الفساد هذا يحتمي والله أنا شيعي هسا طلعوهم هم قسم منهم طلعوهم وطلع مع عدة شي أبرياء طلعوا كل شي ما يسوي سيد علاوي نستاذنك للذهاب إلى فاصل ثم نعود لإكمال ما لدينا من ملافات حديث وشهدين الأكارم نذهب لفاصل قصير ثم نعود وإليكم نبقى معنا من جديد أهلا بكم مشاهدين الأكارم نعود نرحب بك مرة ثانية سيد إياد علاوي رئيس ائتلاف العراقية الوطنية سيد علاوي اليوم كيف ترى السيد رئيس الوزراء هل هو مطلق اليد كما تعهدت القوى التي رشحت وجاءت بالسيد السوداني أنا أحشت ويسأل نهم بعضا ونصح أقدر أسوي هذا الذي أقدر أسوي هو صار رئيس وزراء بعض وساعة ثانية يكون رئيس وزراء فهو يمثل بالنسبة الي ومضة أمال يعني لأنه قد يكون أقوى من خسومه أو من الناس اللي يحاول من السيد الضرع علي تدري الإطالة التنسيقي هو اللعب بالبرلمان والأكراد لا يدخلون نفسهم في القضايا وإن كان مسعود البرزاني أنا أصريت علي مؤخرا أن نطلع بلايان مشترك ندعم محمد الشعر السودان هس مؤخرا يعني قبل سم يوم رح تهم المسعود بس أنا أقول لك يعني فيه إجراءات ماذا يسوي ها والتعيينات يخليها من لون واحد تقريبا يعني بشكل عام لي هس ماذا تدري الفساد صار مؤسسي هنا تأسس يعني مؤسس صار مؤسسة الفساد بالدولة هذا يراد لإجراءات إجراءات يعني أولا إلغاء النزاهة لأنها بؤرة الفساد وتحويل الديوان الرقابة المالية إلى دوان الرقابة المالية والقانونية والقضائية وتحديد الصلاحيات بالوزارات فيما يتعلق بالمقاولات والمناقصات يعني نحن بوقتنا سوينا ما يعادل خمسة مليون دولار أو ما يعادل بالدينار العراقي هاي من اختصاص الوزارة باستحظى بموافقة نائب رئيس الوزراء اللي هو رئيس مجلس العمار برهم صالح هذا أولا ثانيا ما زاد عن هذا المبلغ يروح إلى اللجنة الاقتصادية العليا منقونا من مجموعة وزراء ومجموعة مستشارين فما تقدر ترشيلك كل الدنيا ترشيلك واحد اثنيا من أجل أخ جعفري سوى الوزير إلى حق إلى 100 مليون دولار المقاولة وقعها ما هذا تدري يعني مشكلة فلهذا احنا يعني بالنسبة للشاعر السوداني اعتقد ماذا يمشي بالطريق الصحيح هم اللزموا بعض الفاسدين واطلقوا سراحهم ورجعوا بعض الأموال بس هي مهذا الطريق طريق يجب أن تكون أيضا مؤسسي يعني مؤسسات تصير افسد مؤسسات هي سجانة المفتش العام وبعض الأشخاص بالنزاهات مرة اتعاركوا النواب اثنين على النزاهة قلتوا ما تفهمون يشكوا بالنزاهة قالوا هاي ياخدوا الخاوة من الوزراء يهدد يقول تضينا الخاوة ونحيلك للنزاهة هذا شوين يصير هذا هذا مو كلام صحيح سيد علاوي دعنا بنفس التوقيت السياسي الحالي الأربع خمس تشهر الأخيرة نشهد تقريبا بعيدا عن موضوع الدولار نشهد هدوء نسبي في الواقع العراقي أمنيا جانب بسيط اقتصاديا علاقات خارجية هناك هدوء نسبة فيها الداخل العراقي أسأل خبير ومتمرس بشأن السياسي سيد إياد علاوي رئيس إتلاف الوطنية هذا الهدوء يسبق العاصفة ربطا بموضوع سانتليغو أم ماذا كيف ترى هذا بس الحقيقة إذا متلت الجبهة الداخلية وهي وتوحيد الجبهة الداخلية يعطى الناس حقوقها وإتعاد عن المحاصصة والتدمير الفساد ومحارفة الفساد ومحارفة للنفوذ الأجنبي ها إذا ما تهتم بها الانفجار سيقع بالتأكيد ولكن الآن أكو فترة هدوء بس أكو تظاهرات وأكو اعتقالات وأكو اعتقالات وتصبح بها أذية حتى البرحة حاولت تحصل وزير الداخلية ما قدرت تحصل واحد يدعي أنه معذبي بالوزارة وبالتدام على المتظاهرين ومتظاهر آخر أنا البرحة فتشة مكسور وما عد فلوس خطيئة طيطة فلوس اليوم دزيت له فلوس يدعو ويصوي عملية في الفقوق وإلى سنون ما عد وشعب بعد مضروب دونكي طابوقة برصاصة ما أعرف فتدري حضرتك الجبهة الداخلية قلت له للسفير السوري اليوم رحزرته قلت له إذا بشار لسد ما يهتم بالجبهة الداخلية لن يحصل استقرار في سوريا أبدا وعدلت له شنو نقاطت بالجبهة الجبهة الداخلية النازحين واللاجئين والكذا وتعويضهم أولا وإلى آخره فالجبهة الداخلية يجب أن يهتم به ويضطيها اهتمام أكثر للخارج الرئيس الوزراء الخارج يأتي وقته الخارج لا يقدر مبليه العراق أنا بقيت مهتم بالمهتمة الداخلية صفيت الزرقاوي وجمعته صفيت جيش المهدي واهتميت تمر شرم الشيخ واهتميت بالروحات إلى الدول وسويت عقوده إلى الدول العربية والإسلامية الرجل هم قاعد يتحرك لا بالداخل سيد السوداني هم قاعد يتحرك خارجيا خارجيا مهتم خارجيا لازم يعتمد على جبهة متعصف بالداخل هناك مظاهرات بالشارع اليوم تتجدد المظاهرات هناك محاصصة وأكو مشاكل أخرى بالداخل هاي إذا ما يعالجها ما يقدر يتوجه للداخل خارج توجهها للخارج يكون ضعيف ما مقول تصور راح ترجع ثورة أو انتفاضة أخرى شبيهة لتشرين أكو احتمال اشقد بالمية والله ما لدخلي اشقد بالمية لكن أكو احتمال تعرف حضرتك يعني اليوم الجنوب هو منتفض انتفاضة السنة عاملوهم كأقلية وذبحوهم بو كتب في 2012 و2011 الآن الجنوب ثاير هو ثاير والبيانات عدي اليوم بيانات ثلاثة أربعة ستلمت منهم يدعون إلى تجديد المظاهرات وتجديد الوقوف ضد النظام وذنحاول نهدؤهم نحن انه خلني نطي مجال للأخ الشاع السوداني نشوف وش راح يسوي الخارج يجي دور أنا اهتميت بالداخل من شينة رئيس وزراء اهتميت بالداخل من توحدة جبهة داخلية ما وقت عندنا طائفية ومحاصصة ورجعت الجيش وزلت الديون وحسنت الرواتب بدأت التهيب الخارج راح دعيت إلى مؤتمر القمة الأوروبي دعيت إلى الولايات المتحدة راح إلى الأمم المتحدة لكن يوم اجا هذا أبو الأمم المتحدة اللي هنا الأمين العام هذا صديقي من أيام المؤتمرات ضالتها مع القمة الأوروبية كان رئيس وزراء الفرتغال قلت له قلت له أنا الشاعر السوداني مثل ونفة أمل فإحنا نحتاج إلى دعمكم إلى وإحنا راح ندعمه وهو قاعد السوداني دعانا على أشه فحقيقة إذا ما راح يتمبل جبهة داخلية ويرصنها ويقويها ما أكو ما أكو جبهة داخلية اسمها إسلاميين فقط أكو إسلامي وأكو غير إسلامي وأكو يصلي وأكو ما يصلي وأكو يصوم وأكو ما يصوم هاي كلها جبهة داخلية أكو مرأة وأكو رجول هو همين ما عدت تحفظ من القضية حسب ما قال لي بسايرات تنلمس يعني هاي منصر جبهة داخلية الخارج يبقى تعالج أحنا كلنا نقدر نعالج إنها حلت الأزمات الداخلية وانتهت يبقى الخارج يبقى سهل هل لديه القدرة كيف ترى أدوات دولة رئيس الوزراء الأخ أبو مصطفى هل لديه القدرة هل لديه الأدوات الكافية لمعالجة الأوضاع الداخلية لا هو تدخض على المجلس نواب مجلس نواب منقسم لكن ظهير نيابي قوي لديه شون لديه ظهير نيابي قوي السيد السوداء لا ما ما أدو ظهير نيابي الظهير النيابي مهدد بالنهيار أي لحظة تعرف حضرتك الآن أكو أزمة بين الكرد أربيل وبغداد وإلى حد الآن لم يطلع قرارات تفي بالغرض فيما يتعلق بالأزمة بين أربيل وبغداد وأنا قلت للك مسعود وإذا ما يطلع قانون نفط وغاز وقانون توزيع الثروات المالية ما رح تمشي لحسبة والأكراد ما رح يقبلون فلهذا تدري هو في وضع منقسم وضع سياسي عام متخبط بالمنطقة فهو ما يقدر إذا ما يقوي رصن جبهة الداخلية ما يقدر أنا اليوم السفير السوري راح تشفته وبعث لها رسالة قلت له رسالتي دزيتها البشار قال لي دزيتها والترى إذا ما يهتم بالجبهة الداخلية ويرجع النازعين سبعة مليون سوريا غريبة لغارج خلي يرجعون يعادوا تعوضون ما يصير أي شيء الجبهة الداخلية ما تتقوها إذا ما يصير أي شيء هذا بالحديث عن الأزمة السورية عذرا للمقاطعة دكتور إياد دعيت إلى الحوار الشامل وكذلك في كل أزمة وطنيا كانت في العراق أو دولة مجاورة تدعو إلى حوار وطني شامل كيف يمكن أن يتحقق حوار وطني شامل بعيدا عن كسر العظم وسياسة لي الأذرع وفرض الإرادات ما هي شروط الحوار الوطني الناجح؟ ناجح هو من عندما يأتي المتضاد دين وجسوا سوية وواحد يحترم الله وأنا من أننا وحسن مبارك سوينا القرارات مع المؤتمر شرم الشياء وقالت لازم المصالح الوطنية تم عبر الجامعة الدول العربية وسوينا مؤتمر بالقاهرة هو الوحيد الذي أقدر أسميه مؤتمر مصالح وطنية حقيقية لأن أجوا المقاومة أجوا السنة أجوا الشيعة أجوا الكل أنا ما كنت رئيس وزراءة طالع من رأس بس ثبتنا بأيام مؤتمر شرم الشياء مؤتمر شرم الشياء هذا شدرين العراق كلهم متعطشين الآن وحتى السوريين إلى حوار وحديث صريح غير مشروط مسبقا ماكو شرط علي ولا عليك نقعد من تحالة ثانوياك ونصل الاتفاقيات أو لا نصل هذا مسألة أساسية يعني بصراحة أقول لك سوريا صدجت بها نهر من الدماء والخراب وتعرفتها لهذه القصة يعني ما يصير سوريا تنترك بالشكل هذا ولهذا أنا ركزت على بشار الأسد عاودة النازحين واللاجئين السوريين وتعويضهم واعتبارهم وأعطاهم اعتبار رسمي واضح وحساب أنه شهداء يسقطوا من الطرفين شهداء ويعامل ذويهم كشهداء هذا إلى حد الآن مصار قال لي اليوم السفير طماني قال لي راح يصير هذا كل سفير السوري نتغنى ذلك لكن دكتور إياد فيما يخص الحوارات الوطنية في بغداد وصفت واحدة من هذه الحوارات بأنه كان حوار الترشان في العراق كيف يمكن تحقيق معادلة حوار وطني ناجح والله أقول لك أنا من زمان أقترح عليهم تشكيل مجلس سياسات استراتيجية قبل 2010 اقترحت هذا الاقتراح ما سووه وقلت لهم قلت لهم توقعونه بخطة ما يعالج المجلس النواب تذكرين مجلس نواب جديد ما عد خبرات وما عدهم تجربة طويلة فالحوار الوطني لا أبدي يعني كل الدول تشوفي لكراد لكراد حرب حرب دول الفرسان صاروية الحكومة ضد لكراد مع هذا أفعان هم سعود البرزاني وجلال طالباني وحوار وطني صار في كردستان وكثير من الناس اللي كانوا ضدهم صاروا إياهم وآمنوا بما يجري في كردستان لهذا أنا أعتقد أنه كلش مهم أنه هذا الحوار يجري وهذا الحوار لا يجري بشروط مسبقة والله أنا يعد اعتراض على فلان ماكو هذا منه يقدر يسوي يقدر يسوي رئيس الوزراء يكلف أحد يقود هذا الجهود ويدعمه رئيس الوزراء بإجراءات عملية واضحة تبدأ في مساواة المرأة بالرجل وتبدأ في مساواة الشيعي بالسن وتبقى ماكو كوتات بعض عيب كوتة هنا بالقرن الواحد كوتة مع المسيحيين كوتة مع المسلمين كوتة مع السنة كوتة مع النساء يعني شوان حش هذا عيب هذا معيب دكتور إياد بالحديث عن ربما أو بتشخيصك لهذا الخلل في العملية السياسية اليوم في العراق لا بد اليوم أن نتحدث عن عنصر التغيير الذي حملته تشرين لكنها ربما أخفقت أو لم تحقق الهدف المنشود أو الظروف لم تساعد تشرين على تحقيق التغيير المطلوب البعض هنا ترح ربما معادلة أنه لا بد للتغيير أن يأتي من الخارج ما مدى واقعية هذا الطرح لا هذا مواقعي إذا ما يجي تغيير من داخل العراق والتشرين يتعرض وترى الإبادة إبادة يعني إبادة وقمع متناهي أنا بوقتها خبرني رئيس الوزراء قلت لها طلع عوامر من مكتبك باطلاق النار وإذاء المتظاهرين السلميين نعم تقصد سيد عدل عبد المهن أي وقال لي منه؟ قلت لها ما أقدر أقول لك بالتاليفون تعال نجتمعاني أقول رئيس الجمهورية كان برهم صالح رئيس الجمهورية فقلت لها إذا نجتمعاني أقول لك أمامهم أمام رئيس الجمهورية منه؟ اللي من مكتبك هو ديوارس الدور هذا وافتهم الرجل واتفقنا إلى ستة الساعة السادسة يوم الأحد نجتمعاني بس بالخمسة خبر بنتي سارة قال أنا ما رأح أقدر أتغي الوالد ما رأح أقدر يجي للاجتماع قلت له ليش ما تجي فأنا توقعت إنه صار مشكلة بينه وين برهم فعلاً طلعت سارة مشكلة برهم كاتب لرسالة شديدة العادل وخذلت بالاجتماع ما علم أنا طبقت من برهم أنه يجي يحضر للاجتماع وقال لي ببيتي صغير وقال لي ببيتك ما عدي ما ما نعلم فالحقيقة نحن تعرفين حضرتك يعني بصراحة إذا ما اجتارت الحكومة الجدية في مسألة حوار ومخلصة به لن يحصل حوار وبالتالي سيكون التغيير يجب أن يأتي التغيير من الداخل وتوقع الأسوأ يصير بعد طب دكتور إياد بالحديث أنت قلت كلمة وأتوقف عندها وهي في تشرين حصل إبادة جماعية وبغداد هي مدينة السلام ودار السلام اليوم مظاهر مصلحة وقتل وقمع وخطف في بغداد هل ما زالت بغداد مدينة السلام دار السلام؟ لا ما دار السلام يا دار السلام ما أنسينا هذه التسمية يا عمي السلام ما أكو سلام بالعراق طالما أكو ضغط وأكو تفرقة بالمجتمع لن يحصل سلام بالعراق ونفس الشيء في سوريا ونفس الشيء باليمن لهذا أنا حريص أن هذه الدولنا تعالج مشاكلها الداخلية قبل أن تنتقل الخارج قبل أن تروح للخارج وتوجه ألظاره للخارج الخارج يجي بعدين يعني الخارج وين يروح؟ مضطرين يجون ولكن إذا ما تعالج مشاكلنا الداخلية بوحدة المجتمع وتوحيد المجتمع لا نستطيع أن نواجه القارج هو القوة الشخصية لأي رئيس وزراء هو قوة الداخل وليس قوة الخارج شنو فا إذا تجيبك أمريكا تتخليش تعال سيري ورئيس وتزراء بعد أن تتخلى عنك مو صحيح هذا لهذا قوة الداخل هي الأهم يعني ما زال العراق يخضع لإرادات خارجية طبعا 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 طب كيف يمكن أن تنتصر إرادات الداخل حسنا مو أول برحة وقعوا اتفاقية أمنية وإيران كان لازم تعرض هذه الاتفاقية بالمجلس النواب بالجامعة الدول العربية وبالعدل القوة السياسية العراقية شنو الاتفاقية الآن أقل أحد رأحل رئيس الوزراء الشعى السوداني إلى تركيا أقول 26-28 قاعدة تركيا في العراق ناقشها لها ما أعرف ما نعرف إذا ناقشها وما ناقشها أنا لا أزال أنتظر منها جوار ننتظر البيان أيضا ربما وما جرى خلال الزيارة لكن دعني أسألك سؤال أخير باعتبار نحن وصلنا إلى الجزء الأخير دكتور إياد وأقتبس مما قلته أنت سابقا من يأبى قبولا نصيحة لا تكلفه شيئا سيضطر في الغد إلى شراء الأسف بأعلى سعر اليوم دكتور إياد علاوي رئيس الوزراء الأول بعد 2003 إلى من يقدم النصيحة؟ يا رئيس الوزراء ما هي؟ أنا دهان طيلم أنا صحيح وقالله باستمرار يوميا يعني مو بشكل يومي بس في السوقيا يمكن أكتب له رسائل أو خابرة أو يجيني أنا أضي النصائح اللي وجه الله تعالى واللي مصلحة المجتمع عراقي أنا ما أريد أن يفشل بالحقيقة أريد أن يستمر كأرئيس الوزراء بس أريد أن يخرج عن هذا الثوب اللي هو بالكامل يكون منفتح على كل العراقيين بدون استثناء ما أكو بعد إحنا ما عدنا مجال حقيقة أما غير المواطنة ما عدنا غير شي يعني المواطنة المواطنة سواء المرأة أو الرجل أو ما يسمى بالأقليات اللي أنا أرفضها الأقليات أرفض تسمية الأقليات اتسام عقلية والله بأمريكا أخذها مع عقلية في بريطانيا في نرويج في السويد ما أكو إيش عن شي أكو مواطنين ما أكو بس عدنا أقليات شوان يصير أقلية أقلية على أساس والله بالله الكريم طيب دكتور ريال حذرت في أكثر من مرة من اتباع سياسة الغالب والمغلوب من الغالب والمغلوب بالمعادلة العراقية حاليا والله هم غير مقتدى والجمع واحد غالب واحد مغلوب وما هي ماشين عليها ولهذا أنا قلت لهم أنتوا لا غالب ولا مغلوب أنتوا اثنينكم ستتغطصون بالأخير إذا ما دبرتوها العلاقة بين بعضكم والبعض ستغطصون ترقون وفعلا هذا الطريق يصحب 73 وحد لماذا 73 قابلين بالسحابة وما قابلين طلب منك رئيس الوزراء الحالي السيد السوداني رأيا بالخصوص هذه القضية بل طبعا يسألني هو يسألني يطلب مني معلومات يطلب مني نصايح يطلب مني شيء وأنا دعطت هي مدى أفكار بالعاكس أنا قلت لك أشوفه ومضة أمل قد تتحسن العراق إذا شوية تنازل عن إطارات المحيطة به لهذا كل شيء منطلق من الإيمان بهذا قلت لأمام الأمين العام الأمم المتحدة قلت لأمين العام قلت لهذا إنسان خوش عسان وقادر بس نرأة لدعم منكم ومن عدنا دولي أنتو توفروا ونحن ندوفر للدعم الوطني العراقي طيب الأرضية حاليا ملائمة في العراق لحوار وطني شامل أخذا بالاعتبار كل الحوارات التي جرت وربما لم تجدينها فعن دكتور أياد ونحن ندوفر ونحن ندوفر ونحن ندوفر حوار وطني حوار وطني عراقي جامعة هنا لا نقول من هب ودب بس نقول القوى الرئيسية بأساسات واضحة بس المهم بلاي شروط مسبقة نعم وما يجون والله هذا محملني من النية وهذا محملني من سوي لي شيء ويرحون يقعدون بين بعضهم البعض وعني لو بيدي أقفلهم أقفل عليهم الباب وخلي واحد يعني بصراحة صارت مع قصة الاستفتاء مع المسعود البرزاني نعم رحت على الملك عبدالله الثاني خابرت ورحت له قلت له أخي جايك باسم البرزاني كرئيس للقمة العربية نعم لازم تحل مشكلة العراق قبل ما إيران تدخل وقال لي شو نحل قلت له جيب العبادي وجيب البرزاني وقعدهم عندك قلت له قلت له قلت له أنا شعلي شنو علاقتي أنا ما موظف في الحكومة بس أنت جيبهم بعيدا عن العلام وقل لي يتعاركوه يضاربون كذا بس يوصلون إلى نتيجة قل له والله خيش فكرة هاي فمسعود قال له أن يجي الأربعة العبادي يقولون رفض أه يعني يجي مسعود يتراجع أنا ربنا نطيل مسعود يعني مجال للتراجع المنظم من صعد تعبير هذا شرطه لا شروط طيب بأي تفاوض طيب والملك قال له المسعود قال له ما قبل العبادي يجي فدخل بالنتيجة قاسم سليمانيا هو سكر كوك أنه نحن حرر نكر كوك ونقضت للأساس ما هذا شوان يصير طيب ذريد أسأل الدكتور أياد علاوي عن رأيه بإجراءات مكافحة الفساد في العراق هل هي بمستوى ما تم سرقت أو تهريب أمواله لا أنا حجيت على هذا الموضوع وقلت له محاربة الفساد يجب أن تتم عبر مؤسسات للسوداني الرئيس الوزارة كاتبريا نعم ديوان رقابة مالية ويصير الثوافلة قانونية وقلت له عبدالباسط تركي عينت أنا رئيس ديوان رقابة مالية نعم وقلت له عبدالباسط أنت لك حق تعين ألف محامي وقانوني محاسب قانوني ألف واحد يعني أنطيك صلاحية تعينهم وتصير أنت بمحل النزاهة وبمحل المفتش العام ما أدنا نزاهة ومفتش عام نزاهة معيبة معيبة أن تكون بالعراق شيء اسم النزاهة هيئة النزاهة والله العظيم وزراء يتهمون والآخر برهم يعني حلث ثلاث وزارات للتحقيق وبالتال برهم صالح تتحققوا يهم وتجيب لك قضاة اثنين وزير وزيرين وياك بس ما ريد اسم التحقيق باسم الوزارة ينطرح في مجلس الوزراء حتى في مجلس الوزراء قلت له ما ريد أبدا أحدهم ما يعرف أنه صارت حقيقة في وزارته تدري معيبة أنه العراقين كل مطلعهم بواقع منهبية شونا حشي هذا يعني عيب هذا الكلام فلهذا نزاهة يجب أن تحارب بسلوب ذكي نحن شواني سراحة من أنت وزير أو مدير مؤسسة وعندك سراحية توقع عقود بكيفك هذا ما يصير لازم تخضع لتراتبية واضعة هذا هو مشاهدين مشاهدين هذه كانت محطات إياد علاوي نيران إياد علاوي ونيران الكثير من العراقيين شكرا جزيلا لوقتك دكتور إياه شكرا لكم وشكرا لهذه الاستضافة ونتمنى أن نكون يعني كنا خفيفي الظل بالعكس ورمضان كريم ورمضان كريم لكم وشكرا على هذا اللقاء المهم وشكرا إليش والحضرات الأقوة العزاء يعني أجادوا في تعبير عن آراءهم وهذه فعلا أسئلة الشعب محتاج يعرف أجوبتها الناس محتاجة تعرف أجوبتها فإنه وسلم بس هذا محسوب إن شاء الله تجون تعزون وتعشون سوء إن شاء الله إن شاء الله تدون بالليات المضعام شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك دكتور أيات شكرا جزيلا لكم مشاهدينا وإلى لقاء